اخوان السلام عليكم كيف حالكم كل شيء مزيان كيف ما قلت لكم الاخوان ان شاء الله يوم اثنين غاد نهضروا على الاجتماع اللي غاد يكون ديال بيانتي دوزي وزارة الداخلية مع وزارة الشغل ودك شي اللي غاد نهضروا عليه اخوان اليوم لحد الساعة ما زال ما ما كان حتى شي حاجة يعني الاجتماع ما زال انهم متجمعوش ولكن كان جمعيات اللي كانت تسبق الحادث كيف مشهنا نهار 18 في شهر 11 هدرنا على الجمعيات اللي هو ما بينهم طابع الحال كولديراتي اللي بغات مئة الف عامل في قطاع الزراعة المهم الجمعيات تاني من جديد هاد الجمعيات هادو عارفين بان الناور غادي يكون اجتماع يعني ما بين الوزارات باشي هدروا على الذكرية تفلوسي وكي طالبوا مئة الف عامل في الزراعة في الفلاحة فقط طالب ديالهم لضمان ليد العاملاء في هذا القطاع هذا القطاع الفلاحي من طابع الحال كي يكونوا يعني تعديلات كي يكونوا هما طالبوا مئة الف ولكن ما غاديش يعطوهم هذك المئة الف كيف ما شاهدنا الإخوان في الف الفين واثين وعشرين القانون ديال الفين واثين وعشرين كانوا نفس يعني المنظمة الزراعية نفس الجمعيات كي يطالبوا بدخول واحد العدد كبير ديال العمال في قطاع الزراعة و في قطاع السياحة و قطاعات أخرى ولكن من طابع الحال كي تقليصوا حطوا منها يعني داروا منها ذاك شي ذاك العدد ذاك الحصة اللي اعطاها و داروا منها لكونورسيوني داروا منها يعني أعمال حرة دخلوا أعمال حرة داروا منها بزاف ديال حويش أيضا الدراسة الإخوان دابا حاليا أشنو كين الإخوان هو أن هاد الجمعيات هادو من جديد اليوم كالطالب دائما بالعدد اللي هي بغات ديال مئة ألف عامل في الفلاحة خاصها داروا يدخل في الدكرة الفلوسي اللي هو جديد إن شاء الله قالوا في الفين وثلاثة وعشرين خاص داروا يكون داجا في الأشهر الأولى يكون داجا كين الدكرة الفلوسي لأن كين نقص كيف ما كيقولوهما كين نقص في اليد العاملة هاتش ما كنقولوشنا كنقولو راه كين نقص في اليد العاملة في إيطاليا لا جمعيات كتقول راه كين نقص في يد العاملة في إيطاليا لأن حتى الجمعيات كيدغطوا عليهم المزارعون طبيعا الفلاحة وأصحاب الضيعات والأصحاب يعني الفلاحة كيدغطوا عليهم وأصحاب أيضا للشركات الفلاحية فهمتونا يا خوتي هاتش عش كيقولو راه كين نقص في اليد العاملة وعلى شنو كيقولو تاني نفس يعني نفس الجمعيات كيقولو عيواض ما أننا عيواض ما أننا صاحب الشركة ولا صاحب المزرعة يعني هم كيضربوه على المصالح ديالهم طبيع الحال ومصالح صاحب الشركات وصحاب المزارع عيواض ما أننا نخدموا الناس ليهما غير قانونيين بالورق هنا دخلوا لنا يد عاملة طبيع الحال قانونية ونخدموه ما تشعلش ونشوف كل شيء اللي مكتوب هنا الإخوة المهم كيف ما قلت لكم كانت تسنى وليوم إن شاء الله قالوا يوم اثنين سيكون واحد جتماع ما بين الوزارات وشي هضروا على قانون فلوسي ومصباح وانا كانت تسنى هذا حاليا سنكمل معكم الإخوة الفيديو ونخرج بشي الخدمة إذا كان شيء جديد مطابعة الحال فاش سنجمعوا هذه الوزارات مطابعة الحال سنهضروا على ذلك شيء اللي قالوا الشرط اللي كان يمتل القانون القطاعات اللي سيزيدوا إلى غير ذلك المهم كيف كانت الجمعية من جديد؟ الشرط كانوا ديجا هضروا فيه يوم 18 وبقى كتلح الجمعية على دخول ألف عفوا على دخول مئة ألف عامل فقط في قطاع الزراع وهذا نشوف قطاعات أخرى كان البناء كان السياقة كان السياحة ريستورات الفندقة إلى غير ذلك المهم على الفور كتقول الجمعية وكان جمعيات أخرى مطابعة الحال على الفور قانون روما من المصدر الإخوة على الفور قانون عقود العمل مئة ألف عامل هذا هو طالب الجمعيات للحكومة الحكومة مطابعة الحال جديدة يجب إصدار مرسوم تدفق لعام 2023 على الفور مرسوم تدفق وهو قانون عقود العمل ذكرية تفلوسية الإخوة نطلبوا مئة ألف عامل مهاجر موسمي ضروري في القطاع الزراعي كيطلبوا مئة ألف عامل موسمي في القطاع الزراعي فقط ما قالوش غير موسمي عاد غادي يكونوا جمعيات أخرى كالطالب الغير الموسمي اللي هما كيخدموا في البناء وكيخدموا في السياقة وكالناديجة هضرنا على الشركات وشركات النقل من طابع الحال أو يعني اللي كي يبغيوا وشوافرية اللي كي يبغيوا والسائقين أشنوح تهوما بشحال كانوا طالبوا في السن الفاسد وبشحال تهوما قد يطالبوا وقد يكون تعديل من طابع الحال في القانون ذكرية تفلوسية فاشغاد ينوافقوا عليه المهم هذا غير في الزراعة قطاع الزراعة جمعيات كيطالبوا بمئة ألف عامل أجنابي خاصوا يدخل خاصوا يدخل نطلبوا مئة ألف عامل مهاجر موسمي ضروري في القيطاع الزراعي في وقت مبكر من الأشهر الأولى من العام الجديد 2023 لضمان اليد العاملة في الحقول ومكافحة التوظيف الغير قانوني يعني الناس اللي هما حارقين هنا كنقولوا ما بغين شي خدمهم إذ ما كيقولوا جمعيات ومرا عندهم مصلحة أكتر في الناس يعني المزارعين أصحاب الشركات الزراعية عندهم مصلحة أكتر وكيستفدوا أكتر من الناس اللي هما بلورا ما تيريجلوهمش ما كيخالصوا تعليم دراهب دراهب كيخالصوا بتمنقل يعني مستفدين كتر ولكن الجمعيات كتضغط باش يكون قانون فلوسي جديد باش كل شي يستفد طبيع الحال هما المستفدين كتر يديروا طلبات يديروا أوراكم عارفين الأخوان لضم اليد العاملة في الحقول ومكافحة التوظيف الغير قانوني وتعزيز إنتاج الغذاء في إيطاليا والدفاع عن السيادة الغذائية الوطنية يعني الجمعيات هذه كيطالبوا بدخول عمال في القطاع الزراعي وقد نشوفوا أيضا جمعيات أخرى وشركات أخرى كالطالب بدخول عمال وسائقين وفي عدة قطاعات الاخوان في قطاع السياحة قطاع الفندقة الريستورات السياقة البناء وعلاش الله إن شاء الله ونشوفوا حتى جمعيات كالدافع وغاد نشوفوا أيضا واش ممكن أنه يكون البادانتي والغولف ذاك الكلف الدوميسيكو ولا لا وغاد ن في المكان شي جديد راحنا غاد نبقى ونشاركو مع بضياتنا الاخوان اليوم إن شاء الله إلا تجمعوا اليوم الاثنين إلا تجمعوا طبيع الحال هالوزارات غاد نقولوا ايش نقولوا الشروط واش غاد نقول القانون ما غاد نشيكون امتى الحصص أيضا اللي غاد نكونوا لأنه اليوم عالاش هادرو حكومة عالاش هادرات اليوم هادرات على الريديتو ديتشي تا دينانسا هذا الدخل المواطنة غاد يكون في واحد تعديل وغاد يحيدو الشفيئات فقط الناس اللي هي قادرة أنها تخدم خصوم ضروري يخدموهم وغاد يحيدونهم ريديتو ديتشي تا دينانسا هادرو على مواجهة الغلاء دي الفواتير غادين يعونوا الناس لأنه جايوا اثنين وثلاثين مليار دي الأورو أخرى باش يواجهوا غلاء البوليتات يعني كاروينرجية غلاء الفواتير هادو غادين غادين يساعدهم طبيعي الحال الفئة الهشة من الناس وأيضا الشركات الصغيرة غادين أيضا هادرو أيضا على التقاعد يعني من مية هادرو على التقاعد مهم مية وثلاثة يعني خاص واحد وستين سانة خاص المتقاعد يعني العامل يمشي إيجلس واحد وستين سانة وتكون عنده 42 سانة دي الخدمة هادرو على بزاف دي الحويجة الإخوان وكانت سنو إن شاء الله يهادرو أيضا على قانون فلوس الكيهم نكتر والصناتورية على شلاء إخوان إن شاء الله ناريكم اجتماع هادرو عليه سننزف لكم خبر خوتي سلام وليا فرص لكم اشتركوا في القناة